يا أهلا وسهلا بحضراتكم مبارح الحقيقة إحنا بنتكلم على 24 ساعة تطورت فيها الأمور وتوترت فيها الأمور بشكل لم يكن متوقع أبدا وأنا كلمت حضراتكم مبارح في السادسة وقلت لكم أنه المشهد ما كانش يحتمل كل حالة الدجة اللي حصلت حواليه خصوصا أنه يبدو الأمر أنه سوء تفاهم بسيط ده كان المشهد والآله الحقيقة ولما كلمت مع حضراتكم كان حطت اعتبارات كتيرة جدا في يوم من احتفل بيه فيه بالتتويج ببطولة الدوري بحضور طبعا قامة كبيرة جدا زي كابتن محمود الخطيب وفي رسالة مهمة جدا بحضور كابتن مؤمن زكريا وفي حالة خاصة جدا من توديع لعب ليه خيمة كبيرة جدا زي أحمد فتحي كنت أتمنى أنه التركيز كان يبقى على لقطات دي وعلى أبطال طبعا ونجوم من نادي الأهلي اللي حققوا البطولة في مشوار كان في منتع الصعوبة في ظني يعني واحد من أصعب الدوريات على الرغم الأهلي قدر يحسنه بدري وقدر يحسنه بفرق كبير جدا عن كل منفسي لكن في ظني أن البطولة دي تحديدا كان مشوارها صعب جدا فكان يهمني جدا وده اللي أنا قلتم بيرح أنه الأضواء تصلت على الرسائل دي وعلى القيم دي وعلى النجاحات دي لكن للأسف طبعا الناس كلها ركزت على لقطة كهرباء وكابتن محمد فضل وقبل ما أدخل لحضراتكم في تفاصيل 24 ساعة لأنه 24 ساعة والأهم من الواقع في حد ذاتها اللي كشفت عنه الواقع دي يعني الواقع دي كشفت عن حاجات أنا أنا شخصيا لم أكن أتخيل أنها يعني من الممكن أن تحدث على أرض الواقع ولما نيجي نشوف ترجمة الواقع بتاعت كهرباء وفضل في أرض الملعب وتأثيرها وتابعتها على كيف تدارب كرة المصرية لا محتاجين نقف ومحتاجين نتكلم كتير ومحتاجين نتكلم بكل صراحة ترجمة نانسي قنقر